أولاً، أريد أن نقول السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله، نبدأ اليوم محاضرتنا لشرح كتاب Better English Pronunciation لجي دي أوكونا اللي هو الكاتب في البداية، أريد أن أسألكم سؤالكم ماذا تعرفون عن فوناتيكس؟ أحطيكم خمس دقائق، يا رأي تفكرون، تردوا لي جواب جواب اللغة الإنجليزية و جواب الواضح و كون مرتب what do you mean by phonetics؟ فمسبيش ترد؟ إن شاء الله عن مرجر الهنم أصدقاء الشميع، أصدقاء الشامل ماذا أخرى؟ من أخر؟ من يمكن أن أخبرني ما تردت من فوناتيكس؟ ستة أسرا؟ فوناتيكس، إذا جمع القديم؟ إن كانوا Dascribe of the directcher device of the human speech sound of the human speech sound In fact we have to know a very important thing that phonetics is it a plural or singular word? what do you know? Singular yes excellent actually it is phonetics it is a science انه علم. Like any other major of science. يعني هو احد العلوم الاخرى يعني هو phonetics. Like any other major of field, any other field in life in general. So it is phonetics. طبعا بالحقيقة هو it's not plural, it's singular. يعني phonetics is not are. اذا في الحقيقة phonetics it is the scientific study. الدراسة العلمية. of human speech sound. كيف ننطق. 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 وصف. الفونتك. The scientific study of the characteristics of speech sound. هو دراسة العلمية لخصائص الأصوات. It is a branch of linguistics. وهو فرع من فروع علم اللغة. لذلك therefore as you know that I didn't start with linguistics. لأن الصوت هو فرع من فروع اللغة. فإحنا لازم ندرس الصوت بالبداية. الفونتك. بعدين. And after that we will go to linguistics. أوكي. So now we know about phonetics. إحنا حرفنا حقيقة الآن هو الفونتك. عندنا فد علم آخر يسمونا الفونالوجي. الفونالوجي بشكل مبسط. إحنا قلنا بالفونتك. طبعا أشرح لكم بعد شوية راح أسأل الطلاب أسألكم أنتو أختار أسماء ونسأل وياكم عن الشيء الذي تحدثنا عنه. الفونتك. How do we produce sounds in general. بينما الفونالوجي. It is the rules. The systematic study. The scientific study of the rules. دراسة قواعد الصوتيات. دراسة قواعد الصوتيات. التنغيم وارتفاع الصوت وانخفاض الصوت. هذا ما نسميه بالفونالوجي. أما الفونتك. إحنا حاليا ندرس فقط الفونتك. هو الدراسة العلمية لمادة الصوت. لمادة الأصوات البشرية. إذن. The scientific study وهو فرع من فروع علم اللغة. يهتم بثلاثة أشياء. production. ركز لي على هذه المعلومة. description. وصف. and representation. اللي هو التمثيل. تمثيل الأصوات اللي هو رسم صوتي واللي راح نتعلم عليه أيضا إن شاء الله. الطلبة إحنا إخوان هذه الدورة مثل ما تعرفون هي للماجستير يعني. هذه الطلبة مخصصة. هذه الدورة مخصصة لطلاب الماجستير وطلاب الباكالوريوس اللي هم يعني حابين يطورون مستواهم بمادة الصوت بشكل عام. أو برسم الصوتي أو إلى آخره. يعني إحنا راح نتعلم على رسم الصوتي. لأن تدري أنت إذا قدمت ماستر إن شاء الله. أنت تدري كل مواد الماجستير تحتاج منك رسم صوتي. هل أنت تعرفينه؟ هل أنت تعرفين؟ هل أنت تعرفين هذا؟ على الرسم الصوتي طالبها أنت طالب تريد تكمل ماجستير أو إذا أنت طالب باكالوريوس وتحب تطور بشكل عام لأن مادة الصوت ومادة الرسم الصوتي هي موضوع جدا مهم وفرع مهم جدا بال يعني حقيقة لا تعتبر نفسك طالب قسم لغة إنجليزية ولا تقول أنا راح أتخرج من قسم اللغة الإنجليزية وجريمة كبرى وإنت ما تعرف شي عن رسم الصوتي وعن مادة الصوت جريمة حقيقة يعني. المهم درسنا الفوناتيكس بعدين راح نتعرف على شي اسم الفونيم the smallest unit in sound أصغر وحدة بالصوت of language باللغة عددهم 44 sound they can change the meaning of word ويقدرون يغيرون معنى الكلمة yes who can tell me more about funny what do you mean by funny yes who can tell me about phonemes what do you mean by funny like giving examples you know like I mean what do you what do you know about what do you mean by funny what they are now now if I ask you a question in a class I say I would like to say what do you know about funny what's funny what's funny in general it is the smallest phonetic unit in the language in language or in yes in the language can you say in language the smallest unit in language yes what do you mean what do we mean by it can change the meaning yes for example like when I say sit with and set these two sounds have to change the meaning so when I change one of the funny in the meaning will change yes this is what do you mean by it can change the meaning and then the love in the eyes of funny who was such as you know how many phonemes are there in English you know how many phonemes are there in English you know I want to show a show a show a lot of honey what moods are right and stuff for a welcome share a way yes please how many phonemes are there in English yes right and then add 20 sound from my vowel why I know I learn I know I know I'm a woman who can are going on a row in soft how they be shekel on and then I learn what do what 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 we have what we are talking about right now we have talking about we are talking about sorry phonetics we have defined the phonetics and we know that phonetics is the scientific study or the study of characteristic of a speech sound how do we describe how do we produce and how do we represent sound this is what do we call but what do we call phonetics it's very important please it's very important again who can tell me what do you mean by phonetics please please yes مصطفى حازم how can we make a transcription for English words or sentences this is very good definition thank you very much yes yes mahmoud can you can you tell me please about phonetics yes yes excellent excellent this is very good information yes mr. mahmoud said that we have a three branch we have a three area of studying phonetics we have three branches between phonetics and phonetics and phonetics development these are about phonetics third of reflection this is far more logical it is not the main centimeters exactly clear sound طيب الآن خلينا شوية ننتقل على الكتاب وطبعا هنا بالكتاب موجود بالكتاب بديلك The New Transcription Differed from the Math Assembly for English Bowels إذا إحنا راح نبدأ بالأصوات هنا قائل لك The Old Form منطق الصيغة القديمة ومنطق الكلمة ومنطق New Form الصيغة الجديدة في الحقيقة يعني إحنا عدنا رسم قديم وعدنا رسم حديث الآن يعني إحنا راح نعتمد على الصيغة الحديثة مثل ما تعرفون الصيغة القديمة هي غير معتمدة لأنها كانت قديما يعني فأصبح لدينا يعني صيغة حديثة للرسم الصوتي حاليا راح نتعرف كما أحدث كما أحدثت كما إذا كنت تقلق على الصيغة حتى كل شكفة أحدثت من أصوات حلاثتك هل أحدثت أن أُمثل أمثل ثم، سأُقرأ و بعد ذلك يجب أن تقوم بذلك كل اللي موجودين هنا احنا متعلمين واحنا متعاونين احنا مو افضل من عدكم ان شاء الله احنا اخوان يعني انا مو ملاك اخطأ ياريت من اخطأ تبلغون تقولوا لا استاذ هاي هيش يعني شي طبيعي جدا يعني فاحنا متعاونين يعني متعلمين والغاية من الكورس هذا حتى تتطور وتتعلم بشكل عام اكثر مما نحاول نبرز عضلاتنا واحد يتفيق على الثاني لان احنا نريد نتعلم وانتو تعرفون مستحيل شخص عنده غرور يتعلم مستحيل فارجو من اخطأ تبلغوني ياريت طيب نجي الان الى الصوت الاخر وهي فال فال الشفاها تكون دائرية فال مثل كلمة شوت فال 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 هذا الشفاها ايضا دائرية هنا فول 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 هايا شوف في الله اي تحس الصوت ينزل لي جوا بعدين يرجع فول 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 او مو او 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 فول فايل فايل صوت الاي تحس الرافة صاعدي فوق بعدين نازل فايل هنا او دة او 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 هذا او 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 صوت لو اوي اوي اوث اوه كات ايه هذا الاور وهذا هو صوت الاشوا اللي دائما نلقاه على شكل اي ار بالاخير يعني انا راح اعلمكم على الرسم الصوتي كله ان شاء الله ورح نطيكم امثلة كثيرة جدا ونتعرف ايضا على اصوات الكونسنت مو بس فقط اصوات العلة الآن خلينا نشوف ام يس ام هل تستطيع اصوات امان انا انا اصحص انا اصحص لا انا 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 اصحص سيد اصحص محمود ايها اما اشهص اوه 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 انا اشترك ايضا لسيسك ايضا لسيسك يس ايضا لسيسك ايضا لسيسي ايضا لك مرد الاشيارتي ايضا لده اتنى لديك من الموقع ومرض الاشيارتي هل تقضيت هم ترجم؟ أتعلم نعم هم ترجمك؟ نعم نعم كالك نعم 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 ركزي أحب نعم نعم ترجمك ترجمك their life or anything yes please can you read it yes yes the first one is feel feel the second is fall fall and the third fall is sorry the second one fell 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 or fill yes sorry again please fill 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 yes fell or fill the second is like cassava in arabic 0-1-3-3-7-6-6-1-1-2-3-1-0-1-2-3-2-1-1-3-2-2-1-2-3-2-1-5-1-3-4-2-6-3-1-2-2-1-2-2-4 realize و هذا الصوت هو صوت كما في كلمة تان تان شوية يكون يعني يكون لهو إي ولا هو كسرة يعني يكون بالنصر فاعل يعني ارخي لسانك رخي يعني تحس لسانك تمدة مدة هو الحال يوقف فاعل مو تمدة مدة طولة فاعل فاعل هش هو الحال يروح طيب كام لي فال فال نعم فول فول ف usage فال فال فون فال الشفاة تكون دائريه و مغلقه جدا قريبه جدا من بعضه راوندد اند wünدة تروح الميزة مع replace الشفاة تكون بهالحالة راوندد دائريه وتكون نعم ين نعم فاعل من خطأ صحيح خطأ أخرى خطأ خطأ أو خطأ خطأ أو خطأ خطأ صحيح خطأ خطأ فاو. طلاب ركز يمي. هذا صوت ال او. هذا او. 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 طبعا نقدر نميز بيهم من بيناتهم من خلال كلمة هوم. هوم. حاوس. او. حاوس. هوم. يعني الثاني هذا تحسه بمده اكثر. او. هذا او. 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 يس. او. 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 فاو. او. 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 سورة اخطفت. يس. ضد. ترجمة نانسي قنقر 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 اكسفرد اكسفرد ما يقول اكسفرد يقول اكسفرد تحس كلا مده شلون هاي لهجة البريطانية طبعا كلا مده شلون هاي لهجة بريطانية إذن لو ردت واحد يعني If I ask any person of you would like to define رح يحكي لكم حسب لهجة بريطانية مثل ما يحكي هو Now if I ask any person of you would like to define to me what do we mean by what do we mean by what do we mean by RP received pronunciation that kind of pronunciation which is used by many educated speakers particularly in South East England So please who would like to explain to me what do we mean by received pronunciation Who can tell me what do you mean by received pronunciation Yes Yes Mahmoud Received pronunciation or PPC pronunciation is the standard accent of English language Excellent this the accent that we are that we are as a learners we are let's say we depend on that that's kind of accent because it is the how can we say it is the the formal you know the formal اللهجة الرسمية عند المتعلمين all of those كل عالم معتمدة على هذا اللهجة ك ك لهجة متعارف عليها طيب نعم أيضا هذا مرحب يترجم للغة الموصة لكل الأجانب للتعلم طبعا الأجانب منهم ما احنا كعراب وكدول أخرى اليوم بثل خينقوا اليابانيين كوريين صينيين ببرازيلين الأسبانيين كلهم اللي يريدون تعلمون إنجليزي لأنها لهجة أكاديمية مخصصة للتعلم وأجل أحب أن أقول يعني لا يوجد مرات مع اللهجة الأمريكية أمريكية لا صح بس الفكر أن أنا كشخص أكاديمي بالملاهج وبالكتب أعتمد اللهجة البريطانية وطبعا راح نلاحظ بأن إحنا راح نحشي عن اللهجة الأمريكية وممكن يجيك سؤال بالامتحان يقل لك تحدث عن الفرق ما بين اللهجة الأمريكية والبريطانية يعني ما كشي اسمه الأمريكي رسمي والبريطاني والبريطاني غير رسمي والأمريكي غير رسمي والبريطاني رسمي لا هي الفكرة أنه بس مجرد يعني تتعرف أن اللهجة البريطانية بها كم لهجة لا لا تتعرفون يعني هي اللهجة البريطانية بها هواي لهجات أنا ما رد أخوض بهذا الموضوع صراحة أكو لهجات أخرى دعونا نبتعد عن هذا الموضوع طبعاً عندنا أيضاً هنا الألفون الألفون هو شين معنى الألفون الألفون معنى هو النطق المختلف لنفس الصوت لما تسمعون مرات لما نقول feeling or feeling اللام الثقيلة واللام الخفيفة عندنا باللغة العربية أيضاً يعني لما أنا عندي صوت لما أنا عندي صوت when I have a sound and I will produce or pronounce that sound in different way the same sound I will change the way of producing that sound just only the same sound نفس الصوت بصراحة غيل النطق مالته اللي هو مثل ما ذكرنا مثلاً أقول feeling and feeling اللي هنود يقولون دائماً feeling feeling طبعاً هاي لهجات الفكرة أنه هو هذا الألفون إذن الألفون ما يغير المعنى الفونيم يغير المعنى هاي معلومة كلش مهمة إذن لو قلت لك شن الفرق ما بين الفونيم والألفون تقول لي the elephant can not change the meaning while a phoneme can change the meaning وتحكيلي عنهم بأنه تذكر لي أيضاً تعريب مالكه الفونيمة ما كتلاً السكريبشن هو رسم الصوت يعني تقدر كل يعرفه المانيمال هذا ما نحتاجه راح ندرسه بالتفصيل إن شاء الله بلا أيام من الجاية international phonetics alphabet اللي هو اللرسم الصوتي نفسه فروع علم الصوت the branch of phonetics فروع علم الصوت هم ثلاثة articulatory, acoustic, and deutory الحقيقة الأكوستي من نقول articulatory phonetics معناه articulator articulate يعني نطق the study of speech sound يعني articulatory تخص الماث الفم الماث الماث شوان أنا أتكلم يعني لما أنا أحكي هذا articulatory الاكوستيك نقل الكلام the study of the physical properties of speech as the sound waves كموجات صوتية والauditory phonetics اللي هو يعني the study of the perception and sound as one of you said comprehension of the of the voice يعني استلام الصوت إذن articulatory متكلم acoustic نقل auditory استلام بالمناسبة ترى l-articulatory بي أكثر من 20 كتاب مؤلف l-acoustic بي كذا مصادر auditory فروع كامل بجامعات يعني تدرس بس l-auditory فهنا مجال جدا واسع احنا بس مجرد تدخذنا تعاريف عنهم أمثلة أخرى عن الأصوات أصوات العلة احنا راح نبدي حقيقة في البداية مع short vowel اللي هم أصوات العلة القصيرة خلونا نبدي مع أصوات العلة long vowel دائما أصوات العلة بي هم هذول النقطين E هذول دائما النقطين معناها بأنه هذا الصوت طويل يعني بعدها راح يكون عندي deaf thongs وهم عبارة عن damage صوتين معا احنا هسا قبل شوية كلهم قرأتوهم انتم يعني وهس راح أقرار لكم مرة أخرى وأيضا راح أخلي كم متشاركون الآن عندي كلمة sad a شون عرفت الصوت من خلال المثال ten هذا الصوت يطلع من البطن up cut cut سنت حس يطلع من البطن قبل هذا الصوت قانا عليه كسرة pill hit sit sit down sit uh talk car cut box uh uh شيف فاهيت شتكم شو letter from figure figure book cook meat صوت l-e meat hard bad ball bad bad u boo you to شفاها تكون دائرية بعدين هذول الدفثون إي هاذا قلت لكم عليه هذا صوت l-ear كسرة يبدي بكسرة خلي الألف بالبداية خلي ألف بعدين ya الألف بيها كسرة من جوه هذا l-ear pu-ear do-ear هذا near near كسرة here ear here near here near near يبدى من جوه يصعد لي فوق هذا صاعد يبدى من فوق ينزل لي جوه where the 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 name name I I هذا الحكي كلية ينكتب خلينا نشوف طبعا راح أشوفكم هذة الفيديوهات كل اشراقية اسمعوا 兄弟. إذن هذه يسمونها أبوارك. يسمونها أبوارك. هو صوت طوينur. ما هي الضغطة بالإبتسامة لن تريد أن تتسامة هذا النوت مرقة بالتقليد إنها جداً معي. أتمنى أنك تستخدمت هذه الصوت الثالثة برنسكيو إذا كنت تستطيع العمل أكبر أكبر، ولكن لا تصبح أكبر أكبر، دعني أشعر بطريقة أساسية التي يمكنك تساعدك مرحباً، مرحباً برنسكيو وإيما، اليوم سنقوم برنسكيو وإيما، سنقوم برنسكيو إي إي الآن، هذا إي إي كرر، كرر، أواء، إي يجب أن يكون مضحكاً مع إي، الذي سأتحدث عنه في فيديو آخر، ولكن هذا الصوت، أنا أقنق بإي و سترى لماذا، أنا لا أصحكاً عندما أقوم برنسكيو إي 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 لا إي إي أراه كفر؟ نعم لا أصحك، لكن هذا الكثير جداً أيضاً إي 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 إت إي 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 أضعها في الضوء مرحباً أعود إلى التعليقات مع أمي اليوم سننظر إلى الصوت الآن هذا صوت قليلاً وليس كثيراً ليس كثيراً ليس كثيراً ليس كثيراً كثيراً لكنه الآن ما يحدث هو أن التعليقات عندك مجدد واحدة ليس كثيراً وليس كثيراً وليس كثيراً لا يوجد هذا أنت في آنكلاً التعليقات عندك مجدد أحضر أيها حذر . . . أهلاً بكم في نفس البرناسي أهلاً بكم عندما أصدقوني من يقل لي؟ 30 اه 30 خلينا نشوف بقية الطلاب ها شو تقولون اخوان؟ شو اسمه هذا الصوت؟ 30 اذا هذا هو صوت اليا مو جاي ركز يمي هذا صوت اليا كما في كلمة هذا هو صوت اليا مو جاي طيب نجي هذا صوت الان ان كما في كلمة سن هذا صوت الان وهو من أصفات النيزل هذا هو هذا الوه هذا متقرار يوه طلاب هو شكل الوه بس هو و وال و و هذا هو صوت الوه مو حد يقل لي دابليو دير بالكم طيب هذا الصوت هذا و عدنا اثنين وثلاثين انج ثلاثين هذا الصوت ال ها سم اثنين هذا صوت الجيم بالعربي هذا صوت الجه صوت الجه كما في بلاجه هذا صوت الشه ركزولي علي هذا صوت الثه هذا صوت الفه او هذا صوت اله هذه هي الاصوات تقريبا كلها والمهمة جدا طيب حقيقة احنا الاصوات نقسمهم الى فريقاتيب و بلوزيب و نيزل هذا الحد شوكوليتا راح ناخذها بالمحاضرة الجاية مع الرسم الان طبعا الاصوات اللي هم الشورت واللونغ والدفونغ مثل ما تشوف شب شب بن اخوان هاي الامثلة كلها تنحفظ كلها يعني شقد ما تقدر اقرأ عن الرسم الصوتي و الان اذا راح ناخد طعض الملاحظات المهمة بخصوص الرسم الصوتي ونحاول ايضا نكتب لكم هاي الملاحظات لان هم ملاحظات مهمة جدا طيب اخوان اول شغلة بالرسم الصوتي اركز لي عليها ان الحروف دائما ان الاصوات عفوا الاصوات تكون دائما small يعني ماكو شي اسمه كابتل اول ملاحظة دائما small هاي ملاحظة رقم واحد هاي ملاحظة رقم واحد دائما small او كنت اقول الملاحظة ثانية يس هاي ملاحظة رقم واحد الملاحظة رقم اثنين لا تنسى الثو سلاشيز اللي هما الهنا دولة هذولة والعلامة على ان هذا هذا صوت هذا على ان هذا هو صوت تمام اذا هذا هو عبارة عن صوت هذني تنسى الثو سلاشيز كلش مهمات صوت هل سوف اكتبلي جوه طيب شكرا هل هي مشكلة صباحة هل هي مشكلة اشتاب لعن المركر احمد برنامج جوار الأفضل برنامج جوار الأفضل مشكلة أستاذ العفو برنامج جوار الأفضل مشاركة الشاشة إن شاء الله نحاول نعالج هذه المشكلة طيب طيب ركز يمي الملاحظة الأولى دائما تكون ملاحظة الثانية ملاحظة الثانية لا تنساهم أيضا الملاحظة رقم ثلاثة ركز لي عليها أيضا طبعا راح أنطيك الصوت الكلمة وأنطيك أمثلة عليها يعني أنطيك صوت حالة وأنطيك عليها مثلا الآن عندي هذا الصوت أو هذا الحرفين بس هذي مقاعدة أو 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 لدي الار في نهاية الكلمة تكتب على شكل شوا يكتب شواء. هذا هو صوت اليشواء. إذن دائماً يكتب ملاحظة رقم ثلاثة الار بنص الكلمة دائماً نلقاهم بالرسم الصوتي اللي هو الار هذا كما في كلمة ملاحظة رقم ثلاثة الار بنص الكلمة. سوف يكون الرسم الصوتي. نعم. سوف يكون الرسم الصوتي. نعم. سوف يكون الرسم الصوتي. نعم. ثلاثة ما نقدر. وخلوا المجال مفتوح يعني للملاحظات لأن احنا راح يعني نستمر وياكم بالرسم الصوتي وكل يوم ننطيكم تدريب ونريدتكم تحلونا. يعني دائماً راح نضل نكتب ملاحظات ونتدرو نكتب ملاحظات وننسوي تدريب عن الرسم الصوتي. طيب. خوان دائماً راح نكتب ملاحظات عن الرسم الصوتي. الآن عدكم هاي الكلمات. بدون ما تروحون على الكتب أو تروحون على انترنت جاي يتعلمون يعني. هذا هذا راح نطيكم خمس دقائق يلا عيني حلو لهذا بالدفتر يمكم. سوفا لو كاتب يعني نطق مالتها سفا. 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 إذن الصوت اللي يطلع من البطن. الصوت اللي قلنا علي يطلع من البطن. يطلع من البطن. سفا. إذن الكلمة الأولى. كلمة الأولى. راح يكون الرسم الصوتي مالته بهذا الشكل سفا سفا شوف سفا وبالاخير ER شواء كتبوها دائما يمكن ملاحظة دائما لمن تلقي دائما لمن تلقي ER بالاخير سويها شواء دائما لمن تلقي ER بالاخير سويها شواء أول OR أستاذ مو صحيح نعم ER أول OR نعم ناخذ الكلمة الثانية من يقرأ لها ديفر لو دفع 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 هذه كلمة دفع 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 إذن هذا هو صوت راح تكتب بالشكل الصوتي هذا دفع لش ما سوناها ديفع ليش ما قلنا ديفع لأنه مطويل هذا قصير فصارت دفع 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 نعم دفع نعم دفع دفع نعم دفع دفع نعم دفع الكلمة الأخرى من يقرأ لها؟ دفع 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 شوف الرسم الصوته ما ريته شلو انصار هذي اكوبنات الطلاو كاتبينها بروفنج برو او او كاتبينها او هذا ال او طويل بروفنج ايضا اكتبها ملاحظة بانه ال ان جي منتجي قبل اخير يصير انج وايضا ال او شوف هاي دبل او صارت او بروفنج 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 الكلمة الاخرى من يقرالي اوها ياسم مصطفى مصطفى قال اللي وراح رفا رفا لو رفا اح لو اح رفا 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 خلينا نشوف الرسم الصوتي شي يقول عليها الرسم الصوتي يقول عليها رفا صوت اللي يطلع من البطن رفا بط بط رفا طيب الكلمة اللي بعدها صفة هذي الكلمة ترفض صفة او صوفة صوفة صفة 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 صوت صفة 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 واخر شي كلمة رفيوز صارت رفيوز 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 اشتركوا في القناة